ننتقل وإياكم إلى الشرق الأوسط إسرائيل تغتال ثلاثة من قادة كتائب شهداء الأقصى في نابلس دهمت قوات الاحتلال الإسرائيلية صباحا اليوم الثلاثاء البلدة القديمة في نابلس وحاصرت منزلا في محاولة لاعتقال مطلوب أمني اتضح لاحقا أنه إبراهيم النابلسي قائد كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فاتح في المدينة والذي استشهد مع أحد مرافقيه خلال الاشتباك وأوضح الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق أن القيادي في كتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح لحركة فاتح مقاتلا ومقاتلا آخر قتلا خلال هذه العملية في نابلس كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتلة ثلاثة من قادة كتائب شهداء الأقصى وهم إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح وحسين طه وقال مدير الأسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل إن القوات الكبيرة من الجيش اقتحمت الحارة الشرقية في البلدة القديمة في نابلس وحاصرت إحدى البنايات في المنطقة ما أدى إلى اندلاع مواجهات وعلنت وزارة الصحة عن مقتل الشباب إضافة إلى أربعين إصابة من بينهم أربع إصابات حرجة عقد اقتحام قوات الاحتلال للمدينة ومحاصرة أحد البنايات وتفجيرها بصاروخ إنيرجا مما ألحق دمارا كبيرا في المنازل والممتلكات المجاورة